موسيقى بطبيعة كل أمطار تهضل على منطقة معينة أكيد عندها منفعة سواء على السدود وإلا حتى على الزراعات البعلياء الأمطار الأخيرة سبت بكميات كبيرة لكن الموسم الزراعي ما ننسوش اللي إحنا خارجين من خمسة سنوات جفاف فيها منع لعديد أنواع الزراعات الخضروات، الورقيات، القرعيات اللي تمسوا بها خاصة صغر الفلاحين المربوطين بالمناطق السقوية العمومية الموسم الزراعي كان صعيب سنة 2023 وكيما السنوات اللي سبقوه ويمكن فترة جاية بشيكون أصعب بالرغم الأمطار يجب أن نبقوا فايقينها خطر الأمطار صحيح كانت عامة وشاملة وكميات كبيرة لكن ما حسنتش في مستوى السدود لمدة الأخرى بالعرقام السدود وضعتها تحسنت في بداية شهر ديسمبر كانت المعدل في حوالي 22% اليوم بتاريخ 24 ديسمبر 2023 أخزون السدود وصل حتى إلى 27% الرقم السطيحة تحسوها بسيط لكن الإرادات كانت كبيرة في شهر ديسمبر اللي بلغت تقريبا 148 مليون متر مكعب من 188 مليون متر مكعب للموسم من بداية سبتمبر معنى الكمية اللي هطلت معنى في السدود خاصة كانت ثلاثة مرات جد الكمية اللي كانت موجودة في السدود لكن عنا إشكالية كبيرة إرادات السدود في الوطن القبلي ما زالت ضعيفة على الأخر ما تمثل حد شيء 14 مليون متر مكعب ما بين سدود الوسط والوطن القبلي معنى سدود القروان الكلة وسدود ولاية نابل الكلة ما وصلوش 14 مليون متر مكعب وهذا مؤشر خطير لازم نفهموه بالرغم من الأمطار الموجودة السدود تعاني أزمة معنى بتاع الصيانة دورية ولتحضير ري موسم الأمطار كيف كيف استعمالات المياه إذا ما ننسوش أنه راو على قد ما تصب عنا أمطار راو عنا استعمالات يومية بمعدل متاع 2 مليون متر مكعب يوميا من السدود وهذه كمية رهي مهيش شوية نعملو برويكسيونو على أشهر القدام الكمية اللي عنا راهي ما تكفي ناش بش نكملو سنة جديدة بإرياحية تامة هو موجودة كان الحلول في قطاع المياه عندك الفلوس عندك الحلول معناها مهيش إشكالية حلول وإشكالية موارد مادية واستثمارات في قطاع المياه إحنا تجربة السدود وتحويل المياه من أقصى الشمال إلى الوطن القبلي واليوم حتى إلى آخر ولاية السفاقس معناها تحويل المياه من جلمة لولاية السفاقس هذه منظومة تتفشلها معناها مؤخراً يعني ممكن كانت تناجحة في التسعينات خاطر الوضعية مش نفسها اللي استعملت مش نفسها عدد السكان مش نفسه لكن اليوم وجب تغيير السياسات هذه لخاطر أول حاجة الكلفة العالية متاع المشاريع هذه منظومة مكلفة وتخلينا نرتهن معناها القروضات تخلص كان على ثلاثين سناء ولا أربعين سناء ولليوم ما زلنا نخلص في قروضات متاع السدود اللي ما دخلتش للخدمة كما سلت له وارب اللي فيها سفر مليون متر مكعب هذك عليش وجب البحث عن الحلول الأخرى كما حكيت عن الماجل الماجل هذي لي حلول تقليدية ممتازة مستدامة واللي التوانسة حتى مغير تحسيس راجعولها في السنوات الفارطة اللي فيها نقص كبير متاع مياه باش ما نظلموش زاد نحمله قطع المياه أكثر منطقت وعلى خاطر ثم ظرف مناخي عالمي تونس ما هيش فيه معزل عنه معناها تغيرات المناخية وتسارع الوتيرة متاع الظوهر المناخية وحدتها شمل لعالم كل معناها من فيضانات لجفاف وغيره لكن زاد حوكمة المياه في تونس حقيقة تتخبط معناها في قلة الإمكانية ينصر كما قلنا المادية وزاد سوء التصرف الموارد المتاحة عنا ما زلنا ديما لوجوا على الحلول السهلة معناها المكلفة صحيح كما حكينا السدود كيف كيف كنجو ناخذ إجراءات لحوكمة المياه في تونس نمشو أضعف حلقة لهو الفلاح الصغير وإلا المواطن نحن نخلصوا في الضريبة متاع سنوات الجفاف والإجراءات الاستثنائية شكون شملت شملت المواطن وشملت الفلاح الصغير ما شملتش كبار مستنسفي المياه اللي يصدروا في منتوجات تستهلك موارد مائية كبيرة لا على شكل الطماطم ولا الدلاع ولا غير ولا حتى الدجلة والزيتون فيهم إعادة نظرة على خطر الزيتون البعلي متاعنا ما يستهلكش برشا ماء لكن الزيتون السقوي والمعاد للتصدير استنزف الموارد المائية متاعنا هذاك عليش نقوله السياسات المائية في تونس وجب مراجعتها وفق خارطة أنتاج فلاحي تراعي خصوصية كل جهة وإمكانياتها المائية المتاحة نحن كمارسة تونسي المياه كانت البدايات منذ خمس سنوات دخلنا في حملة مناصرة من أجل مشروع مجلة مياه مواطنية يراعي حقوق الشعب حقوق التوانسة وراعي زادة الإمكانيات اللي عنا ويخلي زادة الأجيال القادمة شوية ما بش يعيشوا بها اقترحنا مشروع مجلة مياه مواطنية بعثنا أكثر من 122 مقترح تنقيح لفصول مشروع مجلة مياه إمانا منا أنه من غير قوانين وقالية تطبيقها من نجموش نحكمه في قطاع وإلا تكون الحوكمة متاع وامتازة كيف كيف الحلول إفراد قطاع المياه بوزارة خاصة بيه معنا العالم كل يعطي قيمة للماء والطاقة كان في تونس ما زالت كتابة عامة تحت وزارة فلاحة وزارة فلاحة اللي تستهلك 80% من مورد المائية متاعنا إذن فهي الخصم والحكم وما تنجمش تمشي لأمور هكا معنا هذك عليش يلزم إخراج قطاع المياه عن وزارة الفلاحة وكيف كيف تجميع جميع المداخلين في قطاع المياه من المياه المعلبة من الرقابة وغيره تحت الوزارة هذه لخطر مش معقول اليوم نجو مياه المعدنية لجوها تحت وزارة الصحة مش معقول اليوم الصرف الصحي ومحطات التطهير تحت وزارة البيئة وزارة الداخلية هي بمياه الفيضانات هذك عليش قطاع المياه يلزم مؤسسة منفردة بيه كيف كيف من الحلول اللي اقترحناها خرطة الانتاج الزراعي مهمة برشرة ومن نجموش نحكو على حوكمة موارد مائية ولا سيادة غذائية بدون خرطة انتاج فلاحي تحدد كل منطقة شنوية يلزمها تزرع على خطر اليوم شوفوا في فوضى معناها تونس كاملة تزرع في طماطم خطر فيها مردودية ولكن استنزف موارد المائية وغيره وفهم حلول أخرى زادة كيف كيف الصناد الشركة الوطنية اللي عمرها يفوق خمسين سناء واللي هي مكسب وطني خليناها وحدها منها تعاني في المديونية متاعها يلزمها دعم من الدولة اللي الميزانية نشوفوا فيها كل عام ميزانية الدولة مخاصة لقطاع الماء والصناد ومماشيون عمال تونس ترجمة نانسي قنقر